وقل ربي زيدني علما لدروس الدورة الأولى مادة التربية الإسلامية أتمنى من الله عز وجل أن يكون هذا الملخص مفيدا نافعا لكم وإذا أردت طبيعة الحال أن تستفيد من الدروس بشكل مفصل وتعرف الدرس بأدلته فراجع الدروس التي قمت بشرحها بشكل مفصل فما سأقدمه الآن هو ملخص مختصر لما تم تقديمه بشكل مفصل نبدأ على بركة الله أول درس كان معنا هو الجزء الأول من صورة الحشر من الآية الأولى إلى الآية السابعة وهذا يختلف على حسب المقررات لكن اعتمدت هذا التقسيم الذي سأستمر عليه إن شاء الله في تقسيم الصورة ملخص هذا الدرس في مضمون عام لهذا الدرس أو لهذه الآيات ذكرنا ما يلي قلنا في هذا بيّن الله تعالى في هذه الآيات من صورة الحشر بعض مظاهر قدرته سبحانه وتعالى وسبب إجلائه ليهود بن النظير مع بيان بعض أحكام الفيء والتأكيد على ضرورة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت هذه هي المعاني الأساسية التي تضمنها هذا الشطر ففي حديث عن بعض مظاهر قدرة الله عز وجل من مظاهر هذه القدرة أن الكون كله يسبح لله تعالى وأنه سبحانه وتعالى بقدرته أخرج يهود بن النظير من حصونهم رغم قوتها وتمنعهم في هذه الحصون وبيّن السبب الذي دفعهم إلى ذلك وهو أنهم شاقوا الله ورسوله إلى غير ذلك من هذه الأمور فكان هذا هو مضمون عام لهذه الآيات بالنسبة للمعاني الجزئية قسمنا الآيات إلى ثلاثة مقاطع المقطع الأول أو المعنى الأول عندنا في الآية الأولى وفيه تنزيه تعالى وتمجيده من طرف كل مخلوقات الكون بمعنى أن الكون بكل ما فيه مخلوقات فهو يسبح لله عز وجل المقطع الثاني كان من الآية الثانية إلى الآية الخامسة وفي هذا المقطع بيان لبعض مظاهر قدرة الله عز وجل منها إخراج اليهود من ديارهم وأوطانهم وإلحاق العذاب بهم لماذا لنقضهم العهد أعطوا للنبي صلى الله عليه وسلم عهدا لكنهم لم يوفوا به فكانت النتيجة إجلاؤهم وطردهم من المدينة المنورة عقابا لهم والمقطع الثالث فيه الآيتان السادسة والسابعة وفي هذا بيان لشروط الفيء وبعض أحكامه والحكمة من تخصيصه بالفقراء من أجل تحقيق العدل والمساواة بين طبقات المجتمع مع ضرورة الامتتال أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وإشنا بنواهيه لأن الله تعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فأنته من الأحكام الشرعية التي يمكن نستفيدها من هذه الآيات أولا وجوب تسبيح الله تعالى فالكون كله يسبح لله عز وجل لذلك ينبغي علي أنا أن أنخارط وأنسجم مع هذا الكون في تسبيحه لله عز وجل المعنى الثاني وجوب الوفاء بالعهد وتحريم نقضي لأن سبب إخراج اليهود يهود بن النظير من المدينة المنورة كان نتيجة لنقضهم للعهد ومن هنا نستنتج أن الوفاء بالعهد هو أمر ضروري وواجب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله خالفوا أمره وعاندوه ونقضوا عهده فكانت النتيجة إجلاؤهم وإخراجهم من المدينة المنورة ثم أيضا وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم واضح من قوله تعالى وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إذن فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة إذن هذه نسميها أحكام شرعية هذه الآيات استفدنا منها عدة دروس وعبر من بين هذه الأمور أن ظفر المؤمن بأموال اليهود بلا قتال ولا عدب هذا يجلي قدرة الله تعالى وإرادته فالأرى قلنا ما حصل عليه المؤمنون من اليهود يسمى فيء ولا يسمى غني ما لأن الغنيمة تكون في حالة الحرب وإن كان خطأ هناك في معاني الجزئية الغنيمة تكون نتيجة الفوز في معركة فيها مواجهة بالسيوف إلى غير ذلك الغنيمة تكون نتيجة استسلام طرف آخر عندما يستسلم الطرف ويترك ما ترك فما تركه يسمى فيء يأخذه الفريق الآخر إذن فما حصل عليه المؤمن من اليهود يسمى فيء وكونهم حصلوا عليه دون قتال ودون حرب هذا يبين لنا أن الله عز وجل قادر على كل شيء ثم أيضا أن الغدر والخيانة هي طبيعة متأصلة في نفوس اليهود هذه من الأمور على مر التاريخ فاليهود معروفون بالغدر والخيانة لا يوفون بالعهود هذه من الصفات التي سجلها عليهم القرآن الكريم ثم أيضا من أمور التي نستفيدها فضحه عز وجل اليهود وكشفه لنواياهم الخبيثة في تأييدهم لرسول الله سلام فعندما أرادوا أو زعموا أنهم يريدون تأييدهم فكان هذا التأييد مجرد وهم ولم يكن تأييدا صادقا ثم أيضا أن الخوف والرعب هؤلاء جند من جنود الله عز وجل يصيب بهم من يشاء ثم أيضا من الدروس التي نستفيدها أن نقطع نخل وإحراق أن نقطع نخل اليهود وإحراقه فيه ذل وخزي لهم يعرف به عجزهم لأن الله عز وجل يقول ما قطعتم من لينة وتركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين فهؤلاء اليهود يرون أن أشجارهم تقطع ولا يستطيعون فعل شيء ففي هذا خزي لهم وفيه بيان لضعفهم ومكانتهم ثم كذلك أن إحراق النخل هذا كان من ورائهم مصلحة وهي عدم تشبت اليهود ببلادهم هذا أيضا من الأمور التي يمكننا استفيدا من الآية لما يرعوا أن أموالهم ونخيلهم يعني ضاع إلى حاجة للبقاء في هذه البلاد إذن على العموم فكانت هذه من بعض الدروس والعبر وأهم شيء نستفيده من هذه الآيات أن المؤمن عليه أن يحرص على أن يكون وفيا بعهود خلافا لما فعله هؤلاء اليهود ثم من القيم عندنا قيمة التسبيح فأنا مطلوب مني أن أنسجم مع الكون في تسبيح الله وتمجيدي ثم أيضا قضية الوفاء بالعهد هنا أنا أحرص على الوفاء بعهودي ولا أنقضها لماذا؟ لكي لا أتشبه باليهود ثم أيضا قيمة الطاعة وحافظ على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بامتثال أوامري والشناب نواهيه لقوله تعالى وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فكان أيها الأحباب هذا ملخص مختصر لهذا الجزء الأول وكما ذكرت من أراد أن يطلع على الأمر بشكل أوضح وبتفصيل فليشاهد شرح هذا الدرس بشكل مفصل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والله والآن مع الدرس الثاني بعنوان أسماء الله الحسنى في هذا الدرس سنتعرف فيه على أسماء الله الحسنى ما المقصود بها أمثلة عن هذه الأسماء ثم سر تعددها إضافة إلى محاور أخرى نبدأ بأسماء الله الحسنى أسماء الله الحسنى أيها الأحباب باختصار لها تعريف كثير من بين تلك التعريف هي تلك الأسماء التي وضع الحق سبحانه وتعالى للدلالة على ذاته وسميت حسنى لأنها بلغت كمال الحسن في حقه سبحانه وتعالى لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهو سميع وبصير ولكن سمعه وبصره ليس كسمعنا وبصرنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم أمثلة لهذه الأسماء هناك أسماء كثيرة من بينها ما ترانا القدوس المهيمن المؤمن العزيز الحكيم النور السلام إلى غير ذلك من أسماء الله الكثيرة وهي متعددة والسر في تعددها وهو الدلالة على عظمة المسمى بها والموصف بها لهو الله سبحانه وتعالى فكل اسم من بين هذه الأسماء يدل على جانب من جوانب عظمته عز وجل طب الحال هي ليست محصورة في تسعة وتسعين اسم وإنما هي أكثر من ذلك وإن كان هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله تسعة وتسعين اسمان تسعة وتسعين اسمان مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة فهذا الحديث لا يدل على الحصر وإنما يدل على أن هذه الأسماء الكثيرة من بينها تسعة وتسعين اسم من أحصى هذه تسعة وتسعين دخل الجنة أو هي الأسماء التي وصلت إلينا أما أسماء الله فكثيرة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إذن فهي أسماء كثيرة وليست محصورة في عدد معين ثم ما هي أهمية معرفة هذه الأسماء الحسنى وما هو دورها في ترصيخ الإيمان لها أهمية كبيرة وبالغة في ترصيخ الإيمان لمعرفة أسماء الله الحسنى أهمية بالغة في ترصيخ الإيمان بحيث أن العبد كلما تأمل أكثر وكلما تدبر أكثر في أسماء الله الحسنى كلما أدرك قدرته سبحانه وتعالى وعظمته وبالتالي هذا الأمر يزيد الإيمان ويرسخه في القلب ولذلك قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء العارفون بالله الذين يعرفون صفاته وأوصافه وقدراته يكونون أكثر خشية لله عز وجل إذن أسماء الله لها دور كبير في ترصيخ الإيمان وزيادته فيصبح عندك يقين بأن الله وحده والرزاق هو المهم هو الضار هو النافع إلى غير ذلك ثمار معرفة هذه الأسماء أيها الأحباب على السلوك الفرض وكذلك على سلوك الجماعة من بين ثمارها على المستوى الفرضي أولا حصول طمأنينة القلب وانشراح الصدر لأننا قلنا أنك تعلم أن كل شيء هو بيد الله فالله هو الضار هو النافع هو المحي هو المميت هو الرزاق والذي بيده مركوته كل شيء بالتالي فأنت ترتاح نفسيا لأن الأمر في النهاية بيده ولن يصيبك إلا ما كتبه الله لك ثم أيضا من آثارها على سلوك الفرض أن يحرص العبد على التحلي بصفات الله سبحانه وتعالى لأنه يحب المتصفين بهذه الصفات الحسنة الله يحب من يتصف بالرحمة وبيه ثم أيضا من بين هذه الفوائد على مستوى الفرضي الاستسلام لشرع الله سبحانه وتعالى والإنقياد التام لقضائه وقدره لأن العبد إذا عرف قدر الله عز وجل وقدرته لن يعترض على أحكامه كما يفعله الآن من يعترضون على أحكام الله ويطالبون بالمساواة في الإرتي إلى غير ذلك فهؤلاء ما عرفوا الله حق قدره وما عرفوا بأنه سبحانه وتعالى عادل وأنه حكيم وأنه لا يفعل إلا ما فيه صالح البشرية ثم كذلك من بين هذه الفوائد ازدياد محبة العبد ربه وتعظيمه فكلما عرفت أسماء الله كلما أحببته أكثر وكلما عظمته أكثر ثم أيضا تجعلك تجل الله وتخاف منه لأنك تعلم أنه عليم وأنه رقيب وأنه معك أينما كنت وأنه لا يخفى عليه شيء فهذا يجعلك تستحضر مراقبته في كل وقت وحين ثم كذلك قضية كما ذكرنا استحضار مراقبة الله تعالى على مستوى الجماعة فمن فوائد معرفة أسماء الله الحسنى وهي أن يحرص الجميع على تمثل معاني هذه الأسماء والاقتداء بها في علاقة الناس بما بينهم فيتصفون مثلا في الرحمة بما بينهم والتعاون والتضامن إلى غير ذلك من هذه الأمور ثم أن من بين فوائدها توحيد المجتمع وفق ما تدل عليه هذه الأسماء وبالتالي ترتقي الأمة وتتوطد فيها قيم التعاون على البر وعلى التقوى فكانت هذه بعض ثمار هذه الأسماء على مستوى الفرض وعلى مستوى المجتمع ومن أراد كثير من التفاصيل وشرح مبسط أكثر فليشاهد الدرس يمكنكم تسجيل هذا الملخص والآن مع الدرس الموالي بعنوان الهجرة إلى المدينة حماية الدعوة وبناء الدولة في هذا الدرس سنتعرف ما المقصود بالهجرة أولا الهجرة باختصار يقصد بالهجرة ذلك الحد التاريخي اللي هو انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة انتقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمن معه من مكة إلى المدينة بعد إذن الله سبحانه وتعالى له وقد حدث هذا الأمر في السنة الرابعة عشر من البعتى معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ثلاثة عشر سنة في مكة وهو يدعو الناس إلى توحيد الله وعبادته وبعد أن ضطر كما سنرى أسباب هذه الهجرة ضطر إلى الهجرة إلى المدينة بعد أن قضى ثلاثة عشر سنة وفي السنة الرابعة عشر أذن الله له تعالى بالهجرة إلى المدينة سنرى سياق هذه الهجرة ودوافعها سياقها التاريخي سياق التاريخي هنا سنتحدث عن الأسباب ولماذا اختار المدينة بالضبط أولا دفعت عدة أسباب النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة من بين تلك الأسباب أولا تعرض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للإذاء بمكة وهذا معروف أن منذ أن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وعرف الناس المشركون أن هناك شيء اسم الإسلام إلا وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى التضييق والتعديب بمختلف صوره ثانيا عدم تقبل مكة للإسلام ابتداء رغم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يكون أهل مكة من أهل الجنة وأن يكونوا سباقين إلى هذا الدين الجديد لكنهم رفضوا رغم ما النبي صلى الله عليه وسلم حاول معهم وبذل ما في وسعه وجهده وبالتالي لم تعود مكة أرضا صالحة للاستمرار في نشر الدعوة لابد من البحث عن مكان آخر يكون أنسى الأمر الثالث الرغبة في قيام كيان موحد المسلمين أو بعبارة أخرى تأسيس دولة للمسلمين يجتمع فيها أولئ الذين آمنوا بالله ورسوله ويشكلوا كيانا واحدا وأمة واحدة وحماية وكذلك الرغبة في حماية الدعوة وأصحابها من الأذى الذي كانوا يتعرضون له ومن هنا اختار النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان هذا الاختيار لأسباب من بين هذه الأسباب بعد إذن الله سبحانه وتعالى أيضا هناك استعداد لقابول هذه الدعوة أهل مكة أهل المدينة كان لهم استعداد لقابول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه وهذا الأمر من باب التخطيط كان قد أخذه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد على ذلك في بيعته العقبة الأولى والتاني لما جاء نفار من يتر بلي المدينة والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكان يسمى العقبة فعاهدوه على عدة أمور من بينها أنه إذا قدم إليهم سيحمونه مما يحمون منه أنفسهم ويمنعونهم مما يمنعون أنفسهم وأموالهم وأولادهم ولن يتخلوا عنه فأعطوه العهد على ذلك وكانوا ينتظرون متى يقدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فاختار المدينة لأن فيها أناس لهم استعداد رغبة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم قابول دعوته والدفاع عنه ثم كذلك لأنها تقع في موقع استراتيجي مهم حصيل من ناحية الأمنية ومن ناحية الاقتصادية فكانت هذه من بين أسباب اختيار المدينة المنورة ما هي نتائج هذه الهجرة هل هي حققت نتائجها التي هي حماية الدعوة بناء الدولة أم لا بالفعل هذه الهجرة حققت نتائجها فمن بين هذه النتائج حماية الدعوة وأصحابها من الاضطهاد ثم انتقل المسلمون من مرحلة النشأة والتربية الإيمانية إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة إقامة دولة موحدة هذه الدولة التي أسسها الرسول صلوات ربي وسلامه عليه على ثلاثة أسس كبرى أولها بناء المسجد هذا مسجد قباء وهو المسجد الذي يعد منارة للعبادة وتكوين شخصية لمسلم وتقويمها ولتقوية صلة بالله ولم يكن فقط مجرد مكان لأداء الصلاة بل كان بمثابة مركز لتسيير الدولة فيه محكمة مدرسة مكان للتخطيط إلى غير ذلك من هذه الأمور التي كان يلعبها ثم الأمر الثاني وهو المؤاخات خاصة بين المهاجرين والأنصار فجعل المهاجر الذي أتى من مكة إلى المدينة أخا للأنصار وهنا ظهرت أسماء معاني المحبة والتأخي والإيثار بين الفريقين فأصبح الأنصار يحبون هؤلاء المهاجرين ويؤثرونهم على أنفسهم ويتقاسمون معهم ما يملكون ثم أيضا الأمر الثالث وهو كتابة وثيقة المدينة التي تعتبر بمثابة دستور أو ميتاق للتحالف الإسلامي الذي ضمن الحق لمختلف سكان المدينة سواء كانوا مسلمين أو كانوا غير مسلمين كل واحد له حقوق وعليه واجبات فكانت هذه الأسس واللبنات ثلاثة الكبرى التي أسس عليها الله صلى الله عليه وسلم هذه الدولة وبالتالي يمكن أن نقول أن الهجرة إلى المدينة لعبت دورا كبيرا في حماية الدعوة وكذلك بناء الدولة الإسلامية الضغط فيه بعض الدروس من بينها أن أتوكل على الله وأخذ بالأسباب وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم أن أقتدي بالمهاجرين في تضحيتهم ونصرتهم لذي الله لأنهم تركوا أموالهم ديارهم وجاءوا لا يملكون شيء يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله لذلك سماهم الله بالصادقين ثم أن أقتدي بالأنصار في تضامنهم مع إخوانهم المهاجرين لما قدموا إليهم لم يقنطوا ولم يقولوا هؤلاء سيضيق علينا أرضنا وأرزاقنا بل فرحوا بهم وقدموهم على أنفسهم من القيام عندنا قيمة التوكل نصرى المؤخاة تعاول إيطار تضحية كلها قيم يمكن أن نستشفها من هذا الدرس إذا كان هذا ملخص الدرس يمكنكم كتابته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا نمر الآن إلى الدرس الموالي العبادة غاية الخلق العبادة صفة إيمانية ودليل خضوع في هذا الدرس نتعرف مفهوم العبادة علاقتها بالإيمان ثم ما معنى أن العبادة دليل خضوع مفهوم العبادة باختصار العبادة أيها الأحباب من الناحية اللغوية تعني الطاعة والخضوع والتذلل الطاعة والخضوع والتذلل شارعا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وهي الغاية من خلق الجن والإنس ودليلها قوله عز وجل ودليل هذا قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهذا مفهوم مختصر للعبادة فالعبادة ليست مقتصرة فقط على الصوم وعلى الصلاة والزكاة من هذه بالمعنى الضيق بل هي تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال وقد فصلت هذا في الدرس الذي ذكرت فيه التفاصل علاقة العبادة بالإيمان أل هناك علاقة من العبادة؟ نعم هناك علاقة بين العبادة والإيمان علاقة ترابط وتكامل فالإيمان الصادق هو ما وقر في القلب وصدقه العمل وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي لأن بعض الأشخاص يتهاونون في أداء الواجبات ويقولون أن الإيمان في القلب فنصحح لهم هذا المعنى بقولنا أن هناك علاقة بين العبادة والإيمان ولا يمكن أن نفصل بين العبادة والإيمان فإذا كنت مؤمن حق لابد أن تحرص على أن تفعل ما يقتضيه هذا الإيمان لهو عبادة الله عز وجل فبين العبادة والإيمان علاقة ترابط وتكامل ومن مظاهر هذا الترابط أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي ثم أننا نجد دائما أن هناك اقتران بين الإيمان والعمل الصالح لقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أو قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم دائما الإيمان مرتبط ومقرون بالعمل الصالح والعمل الصالح عبادة ثم العبادة دليل الخضوع بمعنى أن العبد عندما يشعر بأنه ضعيف وأنه محتاج إلى الله عز وجل فإنه يخضع الخضوع ما هو الخضوع؟ الخضوع هو الاستسلام الكامل لله عز وجل والعبادته هي دليل على أنك مستسلم أم لست مستسلم إذن قلنا عندما يشعر العبد بأنه ضعيف وأنه محتاج إلى الله تعالى فإنه يخضع له سبحانه وتعالى وما الدليل على أنه خاضع؟ يعبر عن هذا الخضوع بفعل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأفعال وفعل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأفعال هذا يسمى عبادة كما مر معنا وبهذا المعنى يمكن أن نقول أن العبادة هي دليل الخضوع عبادتك أو الدليل على أنك خاضع لله عز وجل بمعنى مستسلم لله أنك تعبده بمعنى تفعل ما أمرك وتبتعد عن ما نهاك عنه جميل من القيم المستفادة من هذا الدرس عندنا قيمة الاستسلام لله تعالى لي الخضوع ثم الإيمان ثم من الامتدادات السلوكية أو الدروس التي يمكن أن نطبق في حياتي أولا أن ألتزم به لأوامر الله وجنا بنواهي ثم أن أخلص النية في كل عمل أقوم به حتى أتاب عليه أترككم كالعادة مع تدوين ملخص وأنا أمر إلى الدرس الموالي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه مع درس آخر من دروس الدورة الأولى بعنوان حق الله تقوى الله في هذا الدرس نتعرف على ما يلي ما معنى التقوى ما هي بعض تجلياتها مظاهرها أمور تدل على أنك متقل الله أم لست كذلك ثم ما هو آثرها في الفرض والمجتمعي وما الجزاء الذي يحصله عليه من اتقى الله تعالى أولا التقوى من الناحية اللغوية مأخوذة من فعل وقع والوقاية هي الحفظ والحماية من كل ما يضر ويؤدي فإذا ما ترن كنت تخاف من البرد فإنك تقي نفسك منه من خلال أنك ترتدي ملابس جيدة إلى غير ذلك اصطلاحا هي مفهومها قريب من مفهوم العبادة قلنا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ورضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فكذلك التقوى اسم جامع لماذا؟ لفعل الأوامر والجناب النواي تتقل لها بمعنى أنك تفعل ما أمرك به وتجهنب ما نهاك عنه خشية منه سبحانه وتعالى وهي واجبة والدليل قوله تعالى في سورة الحشر واتقوا الله إن الله شديد العقاب إذن دائما في الأدلة نحرص على أن تكون من سورة الحشر تجليات هذه التقوى أمور نعرف بها أنك متقل الله عز وجل أولا أنك تقر بأركان الإيمان أي تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره والشر تقر بذلك وتعترف ولا تنكر ذلك ثانيا أن تعمل بمقتضاه مثلا إذا كنت تؤمن بوجود الله احرص على استحضار مراقبتي وفعل ما يأمرك به إذا كنت تؤمن بيوم القيامة احرص على الاستعداد لهذا اليوم وهكذا هذا معنى العمل بمقتضاه ثم التصدق بالمال على المحتاجين من ذوي القربة وغيرهم فهذا مظهر مظاهر التقوى فالمتقل الله هو من يحرص على إنفاق ماله على المحتاجين وذوي القربة وغيرهم ثم أيضا المحافظة على الصلاة من علامات التقوى أنك تحافظ على الصلاة كذلك أنك تكون حريص على الوفاء بالعهد أن تصبر على قضاء الله وقدره أن تستحدى المراقبة الله تعالى في كل زمان ومكان ثم أيضا إذا أدنبت تسرع إلى التوبة إلى الله عز وجل وأيضا أن تعامل الناس بالأخلاق الرفيعة الحسنة ما هو أثر هذه على الفرض وعلى المجتمع على الفرض لها آثار من بينها أنها تجعل المؤمنة باختصار حريصا على الوفاء بكل الحقوق المتعلقة أولا بحقوق الله تعالى ثم حقوق النفس ثم الناس والبيئة والمحيط لأن في الحديث إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فمن وظاهر أو من أثر التقوى إذا كنت متقي فمن أثرها ونتيجتها فيك أنها تجعلك تحرص على هذه الأمور ثم أيضا على المجتمع فأي تجعل لنا وتكون لنا مجتمع تسود فيه قيم الأمن والتعاون والتضامن وأداء الواجبات خوفا من الله تعالى لا من الناس ما هو الجزاء الذي يحصل عليه المتقي للمتقي جزاء كبير مثلا من ذلك نيل محبة الله تعالى وقول الدليل قوله وتعالى إن الله يحب المتقين لذلك إذا كنت من المتقين فإنك تنال معية الله تعالى يكون الله معك إن الله مع الذين اتقوا وأيضا الفوز بالجنة ونعيمها إن للمتقين مفازا إلى آخر الآية ثم أيضا تفريج الهموم وتيسير سبل الرزق لقوله تعالى ومن يتق الله يجعله مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب ثم أيضا فيها نيل العلم النافع لقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وأيضا فيها إجابة الدعاء إنما يتقبل الله من المتقين فهذا ملخص لهذه المعاني من القيم عندنا أهم قيمة مركزية في الدرس قيمة التقوى ومن الأمور المطلوب منه أن أحرس على نتق الله عز وجل بامتثار أوامره والجنابين وهيه ثم أيضا أن ألتزم بالتقوى لتحصيل منافعها الدنيوية والأخروية ثم أحث غيري على الالتزام بتقوى الله في كل الأحوال لأن المؤمن ليس المطلوب أن يكون صالحا فقط بل يكون صالحا وفي نفس الوقت مصلحا لغيره إذن كان هذا أيها الأحباب ملخص لهذا الدرس وكالعادة إذا أردت أن تتعمق وتتعرف أكثر على هذا الدرس وتفهم بشكل أكثر أراجع تفصيله الذي شرحته نمر الآن إلى درس آخر بعنوان الهجرة المتجددة المهاجر من هجر ما نهى الله عنه في هذا الدرس سنتعرف على ما معنى للهجرة المتجددة ما هي مظاهرها وما هو أثرها في التصرف والسلوء فالهجرة أيها الأحباب بشكل مبسط المتجددة نوعان الهجرة المتجددة نوعان الأولى مكانية وهي أن ينتقل المسلم إلى مكان يستطيع أن يقيم فيه شعائره الدينية دون خوف أو تهدي إذا كنت في مكان ما تتعرض فيه إلى الأذى والتضييق لا تستطيع أن تمارس فيه دينك تخاف فيه على نفسك على مالك فمشروع لك أن تهاجر من هذا المكان وهذا أمر مستمر ولك الأجر إذن فهذا النوع يسمى هجرة مكاني لأن فيها انتقال من مكان إلى مكان وتسمى أيضا بهجرة الأبدان ثم هجرة حالية الهجرة الحالية لا تستطلب منك أن تنتقل من مكان إلى مكان بل أن تنتقل من حال إلى حال من حال سيء إلى حال جيد كما سنرى في المظاهر إذن الحالية معناها أن يهجر المسلم حال السيئات والمعاصي فينتقل من حال البعد عن الله تعالى إلى حال القرب منه عز وجل والوقوف عند حدوده وسميت الهجرة المتجددة لأنها باقية مستمرة إلى قيام الساعة لا تنقطع لقول النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ثم من مظاهرها وهذه الأمور لو طلب منك أن تذكر مظاهر مظاهر الهجرة المتجددة ونسيته يكفي أن تستحضر أمرا سيئا وتبحث عن ضده فتقول مثلا هجر الكاذبي إيشن هو الضد الكاذب هو الصدق فتقول هجر الكاذبي إلى الصدق وهكذا إذا من ذلك مثلا هجر الشرك والخرافات إلى ماذا؟ إلى عكسها الإيجابة والتوحيد كذلك هجر بلاد الكفر التي لا يأمن فيها المسلم على دينه ونفسه وماله إلى بلاد فيها الأمن على المال وعلى النفس وعلى الأهل إلى غير ذلك ثم أيضا هجر ترك الصلاة إلى المحافظة عليه إذا كنت تاركا للصلاة عليك أن تهجر هذا الحال السيء إلى المحافظة على الصلاة كذلك هجر الامتناع عن إخراج الزكاة إلى الالتزام بإخراجها ثم هجر الحقد والحسد إلى محبة الخير للآخرين أن تهجر العصات وقت معصيتهم كذلك هجر الكاذب إلى الصدق التفريط إلى الاستقامة الكسل إلى الجد الظلم إلى العدل الغش إلى الاجتهاد رفقاء السوء إلى رفقاء الصالحين هجر كل ما يفسد العقل ويضرب جسم كالمخدرات وغيرها ثم هجر عقوق الوالد إلى برهمة بمعنى خلاصة أنك تهجر الحوال والأمور السيئة والمحرمات إلى فعل الأمور لي حلال والأمور لي واجبة عليك ما هو أثرها في التصرف والسلوك؟ لها أثر كبير فيتجعل المسلم حريصا تمام الحرص على هجر كل التصرفات المخالفة لشرع الله كما رأينا في المظاهر ثم أيضا تعطينا سلوك قويم للإنسان ثم تقوم لنا سلوك المسلم ليكون قادرا على بناء مستقبله ومستقبل بلاده بناء إسلاميا صحيحا إذن هذا أثرها في التصرف والسلوك من القيم المستفادة قيمة الاستقامة التوحيد البر التضامن كلها قيم استفدناها من هذا الدرس ثم عندنا بعض الأمور لإخصدرها اللي هي أن أهجر كل ما نهى الله تعالى عنه بترك المعاصي والسيئات وأتجنب كل ما يؤذي غيري دا كالعادة نسجل ملخص هذا الدرس نمر الآن إلى الجزء الثاني من صورة الحشر من الآية الثامنة إلى الآية السابعة عشرة كمضمون عام كما فعلنا مع الأول المضمون العام في هذا الشطر نجد فيه تنويه الله تعالى بفضاء المهاجرين والأنصار ومن تبعهم وما ضربوه من أمثلة بارزة في التضحية والإيثار نصرة لدين الله مع بيان خصال المنافقين الأشرار الذين تحالفوا مع اليهود ضد المسلمين وضرب لهم أسوأ الأمثال باختصار فهذا الشطر ذكر لنا صنفي من الناس صنفه أو فريق الخير وفريق الشر فريق الخير فيه المهاجرين فيه الأنصار وفيه الذين جاءوا من بعدهم اليوم التابعين فريق الشر فيه اليهود المنافقين والشيطان فالله عز وجل مدح لنا الفريق الأول وأثناء عليهم ونوه بخصالهم وفي المقابل ذملنا وبيّن أعور وفضح الفريق الثاني وبيّن الصفات القبيحة وضرب لهم أسوأ الأمثال إذن هذا مضمون هذه الآيات بشكل نعم كمعاني جزئية الآية الثامنة نجد فيها ثناء الله تعالى على المهاجرين الذين هاجروا الديار والأوطان حبا في الله ونصرة لدينه والتنويه بفضلهم الآية التي يقول فيها الله عز وجل والفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر الآية ثم الآية التي بعدها الآية التاسعة والذين تبعوا الدار والإيمان ففي هذه الآية نجد أن الله تعالى ما دح لنا الأنصار الذين نصروا وآثروا بمعنى قدموا غيرهم على أنفسهم آثروا إخوانهم المهاجرين بالأموال والديار على أنفسهم رغم أن كان منهم من هو محتاج هناك من به خصاصة ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والخصاصة هي الفقر والحاجر الآية العاشرة التي يقول فيها الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم الصنف الثالث لهم التابعين فيها تنويه الله تعالى بالصنف الثالث من المؤمنين وهم التابعون بإحسان إلى يوم الدين وذلك بماذا؟ بذكر صفاتهم الحسنة جيد المقطع الثالث هذا من الآية الحادي عاشرة المقطع الرابع من الآية الحادي عاشرة إلى الآية الخامسة عاشرة فيها ذكر وبيان لأحوال المنافقين الذين تحدوا وتحالفوا مع اليهود ضد المسلمين وبهذا استحقوا عقاب الله تعالى مع بيان بعض صفاتهم الخبيثة التي يتصفون بها كالمكر الخداع عدم الوفاء بالعهد لأنه كما مر معنا في شرح هذا الجزء أن هؤلاء المنافقون أعطوا عدة وعود اليهود لكن كلها كانت وعود كاذبة ثم الآية السادس عاشرة والسابع عاشرة فيها تشبه أو تشبيه الله تعالى المنافقين بالشيطان في الإغواء والتضيل والوعود الكاذبة مع بيان جزاء الظالمين فكما أعطى المنافقون لليهود وعودا وأخلفوها كذلك الشيطان يعطي الإنسان وعود ثم يخلف ذلك ويتبرع منه كمثل الشيطان إذ قال إنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين والنتيجة ما هي فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين ثم من الأحكام التي يمكن أن نستنتجها أولا أن نذب إلى التضحية والإيثار فهذا أمر مرغب فيه وفيه أجر كبير ثم كذلك تحريم النفاق والغضر والخيانة وهي من أخلاق هذا الفريق الثاني ثم من الدروس والعبار التي يمكن أن نستفيدها من الدرس أولا أن أقتدي بالمهاجرين والأنصار في إيثارهم وتضحيتهم في سبيل نصرة دين الإسلام ثم كذلك أن أبتعد عن النفاق والخداع لما لهما من عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة ثم كذلك أن أتجنب الحقد والحسد وأن أطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية لجميع الناس وللإشارة فقاعدة التجويد لم أشرحها ولم أدرجونا في الملخص يمكنك العطور عليها في شرح الدرس المفصل من القيم المستفادة قيمة التضحية وهي التي اتصف بها المهاجرون الإيثار وهي من صفات الأنصار النصرة ثم كذلك الوفاء والصدق وسلامة الصدر كلها من القيم ودائما نقول القيم هي عبارة عن أوصاف حسنة فالقيمة لا تكون إلا جميلة أما السلبية فلا نسميها قيمة ندون هذا الملخص بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه نمر إلى درس آخر وهو أهمية التدين في حياة الفرد والمجتمع ما المقصود بالتدين وما المقصود بالدين وما الفرق بينهما ثم أيضا ما حاجة الإنسان إلى التدين هل إنسان في حاجة إلى التدين أم لا ثم ما هي مظاهر التدين وما هو أثر التدين على الفرد وعلى المجتمع باختصار الدين لغة من فعل دان يدين أي تعبد بدين معين وبالتالي فمن ناحية اللغوية كل ما يعبده الإنسان فهو يسمى دين بغض النظر هل هو صحيح أم خطأ فالذين يعبدون البقر يسمى هذا دين والذين يعبدوا الشجر يسمى دين والذين يعبدوا أي شيء يسمى دين من ناحية اللغوية ولذلك قال الله عز وجل في صورة الكافرون لكم دينكم ولي دين النبي صلى الله عليه وسلم لما في حواره مع المشركين قال لكم دينكم ولي دين إذا من ناحية الشرعية اللغوية كل ما يعبده الإنسان فهو دين بغض النظر عن صدقه وخطأه من ناحية الشرعية لا يطلق لفظ الدين إلا على الإسلام لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام فالدين اصطلاحا هو التعاليم الإلهي التي شارعها الله عز وجل وهذا الدين يشمل لنا العقيدة العبادة المعاملات أو غيرها والهدف منه هو تنظيم العلاقة بين البشر وكذلك علاقتهم مع الله عز وجل وعلاقتهم مع نفسهم وحتى مع الكون المحيط بهم أما التدين فما هو؟ التدين هو التطبيق ذلك الدين تلك التعاليم اللي فيها عقيدة عبادات معاملات هو أنك تتفاعل معها وتلتزم بها في حياتك اليومية إذن فالتدين هو تطبيق ممارسة لتعاليم الدين الإسلامي والتزام بالتشريعات والأحكام التي جاء بها فالفرق بينهما أن الفرق أن الدين هو مصدره الله عز وجل وهدي من الله عز وجل طبيعا هنا يشمل لنا كتاب والسنة وهو معصوم من الخطأ الدين خطأ فيه في أصله ليس فيه خطأ والتدين هو تطبيق لذلك الدين لهذا الهدي والتطبيق ليس معصوم من الخطأ لأنك أنت من يمارس هذا التدين أنت من تطبقه وبالتالي أثناء تطبيقك للدين فأنت لست معصوم من الخطأ يمكن أن تقع في الخطأ وفي التدين يتفاوت الناس الناس في التدين درجات منهم من يحوى حريص على تطبيق تعاليم الدين ومنهم من يتهاون ومنهم الضعيف والناس درجات في الإيمان وفي التدين فمن الناس من هو حريص على الصلاة والصيام وفعل كل ما أمر الله عز وجل به يحرص هذا متدين وهناك من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط دون صلاة ولا صيام فهو متدين ولكن تدينه ضعيف جدا إذن فالتدين درجات حاجة الإنسان إلى التدين التدين أيها الأحباب هو شيء مهم في حياة الإنسان شيء فطري في الإنسان وغريزي وهو غريز راسخ في كيانه ولا يمكن أن نتصور إنسان بدون دين فهو إذا لم يعبد الله سبحانه وتعالى سيعبد شيئا آخر قد يكون هذا الشيء هوا في نفسه حتى الملحد فهو يعبد هواه والله يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وهناك من يعبد الشمس والقمر وهناك من يعبد الحجر والبقر إلى غير ذلك فالإنسان التدين هو نزعى في طريق شيء في الإنسان إذا لم يعبد ويتدين بالدين الصحيح سيتدين بدين خاطئ وحاجة الإنسان إلى التدين أيها الأحباب تظهر لنا بشكل جليل في الأوقات ديال الشدة عندما يكون الإنسان في وقت الشدة فإن الحاجة إلى التدين تظهر عنده بشكل كبير فمثلا كتلقى إنسان في حالة المرض أو في حالة المحن تلقى يرجع ويتضرع إلى الله عز وجل بل حتى الملحد لو وقع في مشكل وترن في البحر وهناك سفينة تغرق أو عاصفة ويرى أن الموت أمام عيني فبدون أن يشعر تجد يتضرع ويدعو هذا الذي خلق هذا الكون أو شيء قوة خارقة كي تنقذه مما هو فيه فالتدين هو شيء في طريق ولذلك بعت الله عز وجل للرسل مبشرين ومندرين لكي يرشد الناس إلى الدين الصحيح من مظاهر التدين أولا يمكن نقسمها إلى عدة ما فهناك أمور تبين أن هذا الإنسان متدين أم لا هناك تدين بين الإنسان وربه مثلا توحيد الله تعالى أداء الشائر تعبد إياك الصلاة والصامل وغير ذلك هناك من مظاهر التدين يظهر في نفس الإنسان خلال شكله مظهره لباسه كلامه تصرفات ظاهرة والباطنة فهذا من مظاهر التدين ثم أيضا التدين يظهر في علاقتنا مع الغير من خلاله يعني حسن المعاملة مع الغير ومعاملتي كما تحب أن يعاملوك التزاما بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي أخي ما يحب لي نفسي وهذا كذا من أثر التدين على الفرض والمجتمع أولا على الفرض فهو أولا يملأ لنا الفراغ الروحي ويحقق لنا التوازن بين مطالب الروح والجسد لأن الإنسان مكون من روح ومن جسد فهذا الفراغ الروحي لا يملأه إلا التدين إلى الإيمان بالله عز وجل واليقين به وتلاوة القرآن إلى غير ذلك من هذه الأمور واللجوء إلى الله في أوقات الحزن والفرح إلى ذلك ثم تحرير العقل من حدود الماديات إلى عالم الغيب الذي يجد فيه العقل متعته ولدته لأن الملحد الذي لا يؤمن بالله عز وجل فهو لا يؤمن بشيء اسمه الجنة ولا شيء اسمه النار ولا يؤمن بيوم القيام وبالتالي عقله محدود فقط في حدود ما يراه وما يلمسه فهو عقل مادي لا يؤمن إلا بما يراه وبالتالي فهو يحرم عقله من الخيال من هذا الأمر عندما نتحدث عن الجنة وعن النار فيبدأ عقل الإنسان يتأمر ويتصور كيف هي الجنة وكيف هي النار وبالتالي فهو يفتح المجال لهذا العقل للخيال والإبداع ثانيا أو ثالثا تقوية إرادة المسلم على فعل الطاعات وترك المعاص لأن هناك شيء مهم جدا في الدين وهو ما يسمى بالجزاء الثواب والعقاب فإذا فعلت الحسنات والخيرات لك أجر لك الجنة لك التواب وإذا فعلت السيئات وارتكبت الذنوب والمعاصي فيحذرك من نار جهنم وبالتالي فهو يقوي إرادتك على أن تفعل الخير وتتجنب الشر رغبة في الحصول على الأجر والتواب وكذلك خوفا من العقاب ثم بهذا التدين يدرك الإنسان قيمته في الوجود فهو أكرم مخلوقات الله في هذه الأرض الله عز وجل يقول كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر فبهذا الإيمان يدرك الإنسان أنه أفضل مخلوق في هذه الأرض وبدون الإيمان فالمنحد أو غيره فيرى نفسه مثله مثل القط والكلب وغيرها من الحيوانات لا فرق لكن بالمؤمن يرى ويؤمن بأنه أفضل من هذه المخلوقات وأن هذه المخلوقات إنما هي في خدمته خامسا الشعور بمعية الله سبحانه وتعالى ومراقبته الشاملة المؤمن دائما يحس أن الله معه وأنه ليس لوحده ولذلك يلتج إليه في أوقات فرحه أوقات شدته دائما ومرتبط به ويستحضر مراقبته في كل وقت وحين فهذه من آثار على المستوى المجتمع فمن بين فوائد التدين هو إقامة أوثق روابط بين الإنسان وأخيه الإنسان أوثق الروابط بين الإنسان وأخيه الإنسان بحيث أنه يتجاوز هذا الأمر واللغة والعرق إلى غير ذلك لأن الدين أو الإيمان يقول لنا إنما المؤمنون إخوة وبالتالي كل من يشارك معك في وحدة الدين فهو أخ لك بغض النظر أين يسكن وما هي اللغة التي يتحدث بها هل هو أبيض هل هو أحمر هل هو أسود هل هو غني هل هو فقير فبالتالي فالدين هنا يقيم لنا أوثق الروابط آثرة العقيدة المبنية على الإيمان بالله عز وجل ويفتح لنا المجال التسابق في حصول التقوى كي نكون عند الله أتقى وأرقى لأن الله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم وبالتالي لا معيار ولا قيمة للمال ولا للجاه ولا للون أمام ميزان الله عز وجل الذي يرى المعيار الأسمى الذي يمكن للكل أن يتنافس في الحصول عليه سواء كنت فقير أو كنت غني يمكنك أن تحقق تقوى الله عز وجل فهي متاحة ويمكن أن تحصلها بخلاف المال يمكن أن تحصلها ويمكن أن لا تحصلها ثم أيضا تنظيم حياة الناس وفق شرع الله عز وجل الحكيم الشامل الذي يضمن لنا العدالة ويحقق الأمن والاستقرار والانضباط للمجتمع لإعلاش أن الله هو الذي خلق الإنسان وهو الذي يعلم ما الذي يصلح لهذا الإنسان وما الذي لا يصلح له وبالتالي حل له أشياء وحرم عليه أشياء رحمة به فبالتديني ينضبط لنا المجتمع ويتحقق الأمن والاستقرار نسجل هذا الملخص بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه نمر الآن إلى درس آخر بعنوان المسجد نواة المجتمع الإسلامي في هذا الدرس نتعرف على حقيقة المسجد في الإسلام ما هي وظائف المسجد إلى غير ذلك أول ما معل المسجد المسجد لغة هو اسم مكان السجود يعني البلاصة التي تحت علاج بهذه يسمى مسجد المكان السجود واصطلاحا يطلق على المكان الذي يؤدي فيه المسلم الصلوات والأصل فيه هو كل موضع طاهر من الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ويطلق لفظ المسجد أيضا على الجامع لأنه مكان يجتمع فيه الناس باستئداء الصلاة بصلاة الجمعة فكل جامع مسجد وليس كل مسجد جامع فكل جامع مسجد وليس كل مسجد جامع مكانته في الإسلام هناك أمور كثيرة تدل على أكان عظيمة في الإسلام أول هذه الأمور مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بناء مسجد قباء حين قدومه من مكة إلى المدينة وهذه قنة من الأسس التي وضع النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيس دولة المدينة ثم أيضا أن الإسلام جعل المساجد خير البقاع وأحبها إلى الله عز وجل فأفضل البقاع إلى الله المساجد وشر البقاع عند الله الأسواق ثم أيضا أن الإسلام دعانا إلى إعمار المسجد ومدح عمارها في بيوت ندين الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صالح رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلى آخر الآية ثم كذلك أن الله نسب المساجد إلى نفسه في بيوت فالمساجد تسمى بيوت الله مساجد الله ثم كذلك أن الله عز وجل مما يدل على مكانة المسجد أن الله جعل من السبعة الذين يضلهم الله تعالى يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله جعل من بينهم رجل معلق قلبه بالمساجد رجل معلق قلبه تعلق قلبه بالمساجد يصلي صلاة الظهر مثلا ويتمنى متى يصل وقت صلاة العصر لكي يصل العصر ينتظر متى يأتي وقت المغرب قلبه معلق له رغبة وشوق إلى الذهاب إلى المسجد يجد في ذلك راحته قال تعالى إنما يعمر مساجد الله منامن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين المسجد له وظائف وآثر على الفرض وعلى المجتمع فمن وظائفه على مستوى الفرض أنه يكون لنا شخصية المسلم ويهدب لنا سلوكه ويعالج مجموعة من الإنحرافات الفكرية والأخلاقية ثم أيضا يربي لنا المسلم على النظافة والطهارة فأنت عندما تذهب إلى المسجد تحرص على أن تتوضع قبل الذهاب إلى المسجد وكذلك لا تدخل بحدائك بل تضعه في المكان تحرص على نظافته فهو يعلمك هذه القيمة الأساسية التي تحتاجها في حياتك اليومية ثم كذلك هو موطن فيه الراحة فيه يناجي الإنسان ربه ويجد فيه رحته ويقف فيه بين يدي الله عز وجل يشكي همومه وأحزانه ثم أيضا يربينا على الانضباط احترام المواعيد احترام الوقت لأن كل صلاة عندها وقت محدد لقول تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فالالتزام بهذه الأوقات والصلاة في أوقاتها يعلمك قضية أن تحترم الموعد فإذا قلتشي واعد أن تلقوه مع الربعة خسكي يجي مع الربعة مشيت الربعة ونص إذن هو يعلمك هذه المسألة ثم أيضا على مستوى المجتمع فهو مكان للتعارف وفيه يعني تمتن العلاقات بين المسلمين كذلك فيه تدويب للفوارق الطبقية والاجتماعية على شك تلقى في صف واحد فيه الغني فيه الفقير فيه الطويل فيه القصير فيه الغليط فيه الرقيق كل الناس في صف واحد لا أحد يتقدم على الآخر كلهم في خط واحد ولا يجوز لك أن تتقدم فهنا يديب لنا هذه الفوارق ويشعرنا أننا سواسية أمام الله أسنان المشط لا فرق بين هذا وهذا إلا بسقو الله ثم كذلك من المسائل أنه كان في عادة رسول الله سلم كان يلعب دارة دارة للفتوى والمحكمة للقضاء وكذلك مكان لنيل العلم فكانت له أدوار على المجتمع ثم أيضا كان المسجد هو مأوى لمن لا مأوى له بمثابة ملجأ أو مسكن للفقراء والمحتاجين كانوا يلجأون إلى المسجد فكان بمثابة مأوى لهم فكانت هذه من بعد ففي عادة رسول الله سلم كان هناك ما يسمى بأهل الصفة كانوا يأتون إلى المسجد ما كانوا من فقراء المسلمين إذا العمون فالمسجد له أدوار كبيرة على مستوى المجتمع وعلى مستوى الفرض فيحقق لنا هذه الأدوار ويربي فينا روح التضامن وروح الاتحاد وروح احترام القائد إلى غير ذلك والمطلوب مني كأداب تجاه المسجد أو كامتداد السلوك كان أحافظ على نظافة المسجد خاصة إذا كان عندنا المسجد في المدرسة نحرص على الاهتمام به ثم أيضا أحرص على أداء الصلوات الخمس فيه لأن هذه أفضل وسيلة نعمر بها هؤلاء أفضل وسيلة في تعاملنا أو أفضل شيء نتعامل به مع المسجد وأن نعمرها بالصلاة فيها فكثير من بيوت الله تجدها خاوية فارغة يعني تمتلئ إلا يوم الجمعة أو في المناسبات أو في رمضان فالأصل في المسلم أنه يحرص على الصلاة في المسجد الذي يقرب له فلا يكون من يهجر المسجد ثم أيضا أن أتجنب الكلام والشجار والكلام الفاحش واللغو وكل الأمور التي لا تتناسب مع المسجد ثم نساهم في إصلاحه وترميمه ولو بالقليل كله على حسب قدره واستطاعته وأحرص على حضور حلقات الوعد والإرشاد في إذا سمعت أن هناك درس يقام في المسجد أكون سباقا لإستفادتي من هذا الدرس ثم كذلك أن أعمره وأجلس فيه أقرأ فيه القرآن أذكر الله وهكذا أكون مرابطا في المسجد إذن هذا درس المسجد نواة المجتمع الإسلامي نسجل هذا المرخص طيب الآن نمر إلى درس آخر بعنوان الزكاة أحكامها ومقاصدها فيه التعريف الأحكام والمستحقون وهناك جزء آخر لهذا الدرس وهو مقاصد الزكاة عندكم في الدورة الثانية نتعرف على مفهوم الزكاة الزكاة من ناحية اللغوية معناها الزيادة والطهارة والنماء شيء يزكو بمعنى يزيد ينمو ويتطهار فهذه من معاني الزكاة استلاحا هي إخراج حصة مقدرة من المال فرضها الله سبحانه وتعالى لمستحقيها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول إذن هناك تعريف آخر إخراج ززء معلوم من مالي المخصوص إذا بلغ نصابا وحال عليه وتم الملك وحال عليه الحول على غير معدن وحرس دفاذا بين التعريف يمكن تحفظوا التعريف يمكن تحفظوا تعريفا آخر إذا كان عندكم حكمها الزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع لا خلافة في أن الزكاة واجبة وهي الركن الثالث من أركاني الإسلامي الخمسة فرضت في السنة الثانية من الهجرة بالمدينة ودليل وجوبها قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين إذا لا خلاف فالزكاة واجبة على كل من توفرت فيه شروطها وشروطها تنقسم إلى قسمين شروط وجوب وشروط صحة شروط وجوب بمعنى أن الزكاة لا تكون واجبة عليك إلا إذا توفرت فيك هذه الشروط وشروط صحة يعني أن الزكاة لا تعتبر صحيحة حتى وإن أخرجتها إذا لم تحترم هذه الشروط إذا شروط الوجوب أولا تجب الزكاة على الإنسان إذا أولا صحت الملك بمعنى أن يكون هذا الشيء في ملكك أنت وليس في ملكه شيء آخر أو شخص آخر لابد أن يكون هذا الشيء الذي تزكيه لكي تجيب عليك فيه الزكاة لابد أن يكون في ملكك أما إذا كان أمان مثلا الموضوع عندك فلا تجيب عليك فيه الزكاة ثم كذلك بلوغ النصاب والنصاب هو واحد القدر معين يختلف سنرى ما مع النصاب من خلال الجزء التطبيقي فهو واحد القدر معين إذا وصلت إليه تجيب عليك الزكاة مثلا لابد أن يكون هناك يدرع يقول لي واجب عليك الزكاة الزكاة تغطط واحد القدر واحد الحد إذا وصلت إليه ديال الفلوس أو ديال البقار على حسب النوع عادك تولي الزكاة واجب عليك إذا كان مقدار محدد شرعا إذا وصل إليه الإنسان تجيب عليه الزكاة ثم كذلك تمام الحاول يعني مرور سنة هجرية كاملة ثم السلامة من الدين يعني قبل ما تخرج الزكاة كتخرج الدل عليك عادة كتشوف واش بقي لك شي حاجة بلغط نصاب ولا لا ثم بعد ذلك الشرط الآخر وهو بدو الصلاحي في الحرط يعني كيبالك أن هذا الحرط ديالك ذاك الزرع اللي درتي قرأ صدقي لا ما صدقش لك قرأ ما غادش تكون الزكاة واش بقي لك شروط الصحة متى تكون الزكاتك صحيحة تكون الزكاتك صحيحة أولا إذا كنت مسلم فغير مسلم حتى وإن زكى فزكاته باطلة ثانيا النية أن تحضر أنك تخرجها بنية إخراج الزكاة وليست نية صدقة تطوعية بل تنوي بها أنك تخرجها الزكاة ثم أيضا إخراجها بعد وجوبها يعني بعد أن تتوفر فيك شروط وجوبها ثم أيضا أن تعطيها لمن يستحقها فلنفرد مثلا رجل أعطى الزكاة لوالده لا تقبل منه لأن الإبن ليس من مستحقي رجل أعطى الزكاة لوالده لا تقبل منه لماذا؟ لأن الزكاة لا تعطى للأب لأن الأب النفق عليه واجبا والأشخاص الذين تجيب علينا نفقتهم لا يستحقون أخذ الزكاة فلا يجوز الأب مثلا أن يعطيها لإبنه ولا الإبن أن يعطيها لأبيه الأموال التي تجيب فيها الزكاة الزكاة أنواع الأموال التي تجيب فيها الزكاة وعندنا ما يسمى زكاة الأنعام اللي هي زكاة الإبيل والبقار والغانا ثم الحرط الحبوب والتمار الإبيل اللي لا يعطيها لإبيل هما الجمال الحرط يعني الحبوب والتمار بالنسبة للنقدان يقصد بهما الذهب والفضاء وفي هذا الزمان تم استبدالهما بالعملات الورقية ثم عروض التجارة عروض التجارة يعني كل ما يعده الإنسان للبيع والشراء من أجل الربح مثلا واحد عنده كروسة ولا عنده محال كيبيع ويشري فيه فما يتاجر فيه هو من عروض التجارة فهذه الأموال والأرباح ذيالها كي يزكيها بعد أن يتم الحاول ويشوفوا شوصات النصاب ولا لا من يستحق الزكاة؟ المستحقون تمن يذكر الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم إذن فالمستحقون امطلق من الآية الكريمة تماني أولا الفقراء ثم المساكين العاملون عليها يعني المكلفون بجمع أموال الزكاة من الفقراء ودفعها لمن يستحقها ثم المؤلف قلوبهم هذوك الناس لهم حديث عهد بالإسلام كان رسال الله يعطيهم مال الزكاة كي يؤلف قلوبهم أي ليحبب إليهم الإسلام ثم في الرقاب يعني في عسق الرقاب يعني كان من قبل كان الناس كيتسباعوا كيتشراوا هذا كالعابيد فكان من الأمور التي شارع على الإسلام بشي قضي على هذه الظاهرة لبيع الشراء البشر أنه يمكننا أن نخضوا أموال الزكاة ونشريوا بها هذوك العابيد ونحرهم في سبيل الله بشي قلوبهم يتحكم فيهم مرة أخرى فهذا يسمى فيها الرقاب ثم الغارمون الغارمون يعني أصحاب الديون شي واحد خضى شي دين شي كريدي حلال وما قدرش أنه يسددوا لظروف ما فقد العمل ياله ولا مرض ولا هذا فيمكن أن يسدد دينهم من مال الزكاة ثم في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله ثم ابن السبيل من السبيل هو المنقطع الغريب عن بلدي إنسان جاء من بلد معين إلى بلد آخر وفقد نافقته سروا للفلوس دياله ما قدرش بشي لا يجد ما ينفق على نفسي ولا ما يرجع بي إلى بلديه فهذا كنت تعطى من مالي الزكاة ما يستطيع أن يدبر بأحواله إلى أن يرجع إلى بلديه ثم أيضا هذو هما المستحقين للزكاة المطلوب طبيعا لحال هنا من خلال الدرس أن أحرص على تعلم أحكام الزكاة ثم أيضا أنني يعني نوعد الله سبحانه وتعالى أنني إن شاء الله إذا كنت من الناس اليومات تفرض في مشروط الزكاة نحرص على إخراجي الزكاة هذا الشق النظري نمر إلى الشق التطبيقي بعض العمليات اللي كنديروها باش كنعرفو باش حرخصنا نخرجوه كيفاش هنا في الشق التطبيقي سنرى ما يلي أولا في الزكاة النصاب اللي هو ذاك القدر اللي لو وصلت لي كتولي الزكاة واجب عليك وهو يختلف من نوعي إلى آخر الأنعام اللي هما الإبيل فالزكاة في الإبيل لا تجيب عليك إلا إذا كان عندك خمسة من الإبيل فنصاب الإبيل خمسة بالنسبة للبقر 30 رأس من البقر سيكون عندك 30 بقرة أو لا عجل وهذا عادة تولي الزكاة واجب عليك الغنم سيكون عندك 40 من الغنم الغنم سواء يعني الماعز أو لا الضأن لهم الحوالة والحوليات نسبة للزروع والتمار نسبة للزروع والتمار سيكون عندك 650 كيلو جرام عادة تولي الزكاة واجب عليك مثلا للقمح والشعير ثم نسبة للذهاب والفضاء حتى يكون عندك 85 قرام من الدهب والفضاء حتى يكون عندك 595 قرام من الفضاء عادة تولي الزكاة واجب عليك ثم عروض تجارة نفس النصاب ديال الزكاة والفضاء بمعناه دوك الفلوس اللي جمعتين تا إلا كانوا يقدروا يشرون لك 85 قرام من الدهب أو لا 595 قرام من الفضاء فهذه الساعة كيكون الزكاة واجب عليك لأنك بلغت النصاب فهم؟ مقدار ديالها بالنسبة هذا المقدر يتغير خاصة في الأنعم يتغير هذا مثلا فرضو مثلا واحد عنده 5 من الإبل فهو يخرج عن كل 50 شات شات واحدة شي نعجاة ولا شي حولية ولا هذا نخروف ثم بالنسبة للبقر اللي عندك 30 تخرجه التابع التابع شنا هو واحد لعجل كم العام ولكن عندك الغانم عندك 40 من الغانم كتخرج شات واحدة عن كل 40 وقلنا هذه الأمور تتغير في الدرس اللي هو شرحته بشكل مفصل في مجموعة من التفاصيل في واحد جلول في هذا التفاصيل ولكن ما سيسهولكم شاليها بالنسبة للزروع والثمار الزروع والثمار نحن نميزه بالنوع من الأراضي كن أرض بورية وكن أرض سقوية الأرض البورية هي الأرض التي تسقى بماء المطار والأرض السقوية هي الأرض التي يسقيها الفلاح بالبئر يعني يستعمل الآلات لاستخراج الماء من البئر ثم يسقيها وبالتالي فهي تكلفه أكثر لذلك فالأرض البورية زكاتها أكثر من زكاة الأرض التي تسقى بماء البئر في الزكاة هذه الأرض البورية زكاتها العشور العشور بمعنى ذلك الشيء اللي يقيته مثلاً واحد يلقى عشر قناطير يشدك العشرات يقسمهم على عشر يعني يتعطيها قنطار أما إذا كانت تسقى بالري فكيكون عندك نصف العشور نصف العشور اللي هو واحد على عشرين هذو عشرات القناطر اللي قسمتهم على عشرين سيجدك نصف قنطار لأنها تكلفك أكثر بالنسبة للذهب والفضة ربع العشور لي يجد فاصيلة 500 مثلاً نفرضه مثلاً ونرى أمثلة تطبيقية فعندك مثلاً 85 قرم من الذهب كتخرج فيها جد فاصيلة 500 بمعنى 85 مضروبة في جد فاصيلة 5 مقسمة على 100 عروض التجارة نفس الشيء هذوك الأموال اللي عندك كتشدهم كتضربهم في جد فاصيلة 5 وكتقسم على 100 إلى وصلت النصف بالنسبة لوقت إخراجها نسبة للأنعام بعد مرور السنة هجرية كيكمل العام حتى تخرجها نسبة الزروع والثمار هذو وقت الحصد اللحظة اللي كتحصل فيها وكتجنع المحصود ديرك وكتحسبش حال عندك في هذه اللحظة تخرج الزكاة بالنسبة للذهب والفضة بعد مرور العام كذلك بالنسبة لعروض التجارة دبعونا نشوفوا قاعدة حساب زكاة الأولى اللي هي زكاة تمور والزروع بالنسبة لي الزروع التي تسقى بالمطار الزروع التي تسقى بالمطار قلنا نسبتها العشور والعشور ما هو مثلا لنفريض أنك مثلا حسبتي لقيت 650 تقدر تلقى أكثر من هذا شيء لقيت 650 كيلو جرام 650 كيلو جرام تقسمها على 10 شعر أتعطيك أتعطيك 56 كيلو جرام لكن إذا كانت هذه الأرض تسقى بالآلات أشنو ستدير ستولي الزكاة عندك انتهي نشحال نصف العشور بمعناتك 650 تقسمها على 20 وأتعطيك 32.5 كيلو جرام إذا الزكاة للأرض التي هي سقوية تكون الزكاة لها قل من الزكاة للأرض التي هي بورية بالنسبة لكيفية استخراج لنصاب الأموال عندك واحد القدر معين من المال ويتعرف ما يصبح لنصاب أو لا لكي تأخذ سعر الذهب يعني كنتمشي تسول في السوق شحل دير سعر الذهب وذلك الثمان دير القرام تلقاه 300 400 500 يطلع و ينزل على حسب الوقت فكتتأخذ سعر الذهب وتضريبه هو في 85 في 85 اللي هو نصاب الذهب فاذاك اللي يعطيك هو هذا المبلغ اللي كيتسمى النصاب ما سيرندرنا هذه العملية 300 ضرب نار 85 اللي هي نصاب الذهب فشنور كيتتغير كيتتغير والسعر هذه 85 كيتم قاتل بيتها هذا السعر هو اللي يطلع و ينزل فهذا الحال لقنا مثلا 300 ضربناه في 85 عطتنا شحال عطتنا 25500 إذن 25500 يعني صاب المال إلي عندك الفلوس اللي عندك إلي كيس هو 25000 درهم و 500 فالزكارة واجبة عليك وإذا عندك قل من هذا المبلغ فالزكارة مواجبة عليك مفهوم نفرضو أنك قدرتي هذه العملية ولقيت الزكارة واجبة عليك شخصك تخرج إذن المبلغ الواجب أداؤه ما هو هو أنك تشوف الفلوس اللي عندك الفلوس اللي عندك تضربا في جوز فاصيلة 5 و تقسم كل شيء عالمية نفرضو عندك 30.000 درهم لها 3 مليون لأنه تشد 30.000 درهم و تضربا في جوز فاصيلة 5 و تقسم كل شيء عالمية و تعطي 750 درهم 750 درهم حيث كل مليون سنخرج على 5.000 ريال كل مليون سنخرج على 5.000 ريال القاعدة الثانية ممكن تقسم المبلغ الواجب أداؤه و تشد ممكن على طريقة سهلة تشد المبلغ تتقسم مباشرة على 40 لأن ربع العشور هو 1 على 40 إذا العشور 1 على 10 نصف العشور 21 و ربع العشور هو 1 على 40 يعني إذا تختصر الوقت تشد الفلوس اللي عندك مباشرة تقسم على 40 و تعطي نفس النتيجة نشد على 40 و تعطي 750 درهم لأن نفس ما حصلنا عليه في الطريقة الأولى إذا هكذا واللي بتتعب التفاصيل للدرس وأمثلة أخرى رجع هذا للدرس الذي شرحته بشكل مفصل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا نمر إلى درس آخر بعنوان حق النفس أهمية التخطيط والتنظيم في الحياة أولا مفهوم التخطيط والتنظيم ماذا نقصد به ثم ما هي بعض خطوات التخطيط إذا بنعند خطة ما هي الخطوات ثم ما هي أهميتهما في حياة الفرد والمجتمع وما هي نماذج التخطيط والتنظيم في الكتاب والسنة سنرى بعض نماذج أولا مفهوم والتخطيط التخطيط هو إعمال الفكر أنك تستعمل فكرك وعقلك في وضع فكرك وعقلك في وضع خطتين للوصول إلى هدفين مشروعين مع حسن التوكل على الله عندك هدف تريد الوصول إليه فأنت تضع له خطة ترسم له خطة دينية كيف تصل إليه ما هو التنظيم التنظيم يعني التوضيب والترتيب وهو ضد العشوائية وهو أنك تضع كل عنصر بجانب بعض بشكل منظم ومنسجم بعيدا عن معينة فتعطي لكل شيء وقت معين وتضع الشيء في مكانه المناسب فهذا يسمى تنظيم ثم ما هي خطوات التخطيط أقترح عليكم هذه الخطوات أولا دائما أن توكل على الله في الأول وفي النهاية ثانيا أنك تحدد لهدف بدقة ما الذي تريد الوصول إليه أنا إن شاء الله بغيت ندير هذا الهدف معين أريد أن أصل إلى كذا ثم لابد أن تربط هذا الهدف بوقت معين متى تريد أن تصل بعد سنة بعد شهر بعد عشر سنوات لأن إذا لم تضع وقت محدد فهذا يسمى حلم وليس هذا ثم أيضا أنك تعرف المؤهلات التي عندك تعرف نقاط القوة أنا أريد أن أصل إلى هذا الهدف وعندي مؤهلات أجيد فعل كذا وعندي كذا إذن تعرف ما هي مؤهلاتك وفي نفس الوقت أن تعرف ما هي الحاجة ما هي نقاط الضعف التي عندك ما الذي ينقصك لكي تصل إلى هذا الهدف أن تختار الحل المناسب هذه النقاط الضعف التي عندك أن تختار الحل المناسب كي تتجاوزها لأنها قد تكون معيق لك للوصول إلى الهدف ثم أيضا أن تضع خطة بديلة في حال فشل الخطة والذي بعد أن عرفت ما هي مؤهلاتك وما هي نقاط القوة عندك نقاط الضعف ثم وضعت الخطة ما الذي سأفعل وسأفعل إذن وضعت خطة معينة في نفس الوقت تضع خطة بديلة ربما قد تفشر الخطة الأولى فحتى لا تضيع الوقت تنتقل إلى تطبيق الخطة الثانية مباشرة ثم تتوكل على الله تعالى وتشرع في العمل وتجنب التسويف إذن هذه بعض الخطوات ثم بالنسبة لأهمية أهميتهما في حياة الفرد والمجتمع تخطيط التنظيم عندهم أهمية أولا وعندنا يسمى وضوح الرؤية كتكون غادي وعار في غادي ثم أيضا أن هذا يقلل لك من الوقوع في الأخطاء لأنك تتوقع الأخطاء وتبحث لها عن حلول معينة وكذلك تدرس الأمر بشكل جيد ثم القرار القرار أو القدرة على اتخاذ القرار وتجنب الارتباك عند حصول القدرة على اتخاذ القرار المناسب وتجنب الارتباك عند حصول خطأ ما لأننا تضع خطة بديلة وبالتالي تستطيع أن تربح الوقت والمال وتقلل من الجهد وكذلك أنك تتجنب العشوائية وأيضا هذا يساعدك على الوفاء بجميع الحقوق دون إخلال لأنك تنظم وقتك وتعطي لكل شيء حقه وتشعر بالراحة النفسية لأنك تكون راضي عن نفسك ثم هذا أيضا سيكون من أسباب رقي وازدهارك وازدهار مجتمعك بعض نماذج للتخطيط والتنظيم أولا التخطيط الاقتصادي نجده مثلا في قصة يوسف عليه السلام الخطة التي وضعها من أجل إنقاذ مصر من القحط والمجاعة قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبري إلى آخر الآية ثم التخطيط العسكري والله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير فكان نبي صلى الله عليه سلم إذا أراد أن يخرج إلى معركة كان يخطط ويعرف نقط قوة العدو ونقط ضعف ما هي المؤهلات التي عنده كم من سلاح وكم من جندي إلى غير ذلك فكي سعد لذلك ويعد أيضا هو العد ثالثا التخطيط الاستراتيجي مثل مثلا الخطة التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يهاجم من مكة إلى المدينة فوزع الأدوار بشكل جيد إلى غير ذلك من هذه الأمور القيام المستفادة من القيم قيمة التخطيط والتنظيم وحسن التوكل على الله تعالى الإيثار والتضحية وهذا آخر درس عندنا في الدورة الأولى مع الجزء التالت مفهوم الإيثار والتضحية ثم سننا صور ونمالج لإيثار والتضحية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ثم ما هي أثر هذا الإيثار والتضحية على الفرض والمجتمع نبدأ على بركة الله مع الإيثار ماذا نقصد بالإيثار لغتان ثم أيضا اصطلاحا فلغتان الإيثار هو التفضيل والتقديم التفضيل والتقديم شرعا هو أن تقدم مصلحة غيرك على مصلحتك الشخصية لماذا ابتغاء مرضات الله فالإيثار هو ضد أنانية الأنانية أنك تقدم مصلحتك على مصلحة غيرك والإيثار وعكسها التضحية يحتاج إلى التضحية وطبيعة لحال إيثار والتضحية هذه من الصفات التي اتصف بها الإيثار قلنا أنه من أهم الصفات التي اتصف بها الأنصار رضي الله عنهم والتضحية من أهم صفات وأبرز الصفات المهاجرين من أمثلة الإيثار والتضحية أولا في الإيثار النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وأعطته بردة هدية فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم وكان محتاجا إليها فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة فطلبها منه فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيته وخلع هذه البردة التي يحتاج إليها وأعطاها إياه فهذا إيثار قدم النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة هذا الرجل على نفسه ثانيا الأنصار رضي الله عنهم قدموا النموذج الأمثل في الإيثار من خلال استباقهم أو استقبالهم المهاجرين وإكرامهم وكذلك رضاهم بقسمة الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أن منهم من هو كان محتاج إلى هذا المال ثم بالنسبة للتضحية من نمادجها مثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضحى بنفسه حين نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة من مكة إلى المدينة ثم أيضا المهاجرون ضحوا بأموالهم ومصالحهم تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا في سبيل الله نصرة لله ورسوله إذن هذه بعض النمالج أثرها على الفرد والمشتمع على الفرد فأولا من آثار الإيتار والتضحية الراحة النفسية ثم أيضا أن هذا يطهر النفس من الأنانية ويربي على حب الغير لأن الذي في الإيتار والتضحية وليس أناني إنسان يحب الخير لغيره ثم كذلك فيه تقوية الإيمان ثم أيضا قضية سلامة صدر يعني يصبح صدرك سالم من الحقد والحسد حيث اللي فيه الحسد والحقد ما يكونش فيه الإيتار والتضحية ثم كذلك القبول والثناء الحسن القبول عند الله عز وجل والثناء الحسن بين الناس ثم كذلك حصول البارك يبارك الله لك في مالك وأهلك وأولادك على المجتمع فمن بين آثار الإيثار والتضحية على المجتمع أولا تقوية الأمة وتحقيق التماسك أن أمة فيها متماسكة مفهاش أنانية وإنما تكون روح التعاون والتضامن ثم أيضا صيانة العرض والمال والوطن لأن بالتضحية الإنسان يضحي يجاهد بنفسه من أجل إنقاذ عرضه وماله ووطنه ثم كذلك أيضا انتفاع الناس بخدمات بعضهم البعض لأن كل واحد يساعد الآخر يضحي من أجل الآخر وهكذا ثم أيضا تصبح عندنا المحبة والألفة بين أفراد المجتمع خاصة أي واحد ساعدتي وضحيت من أجله أو قمت بعمل وضحيت من أجل مصاحته فإلا ويحبك هذا الإنسان وتصبح العلاقة بينكما علاقة وطيدة جميل إذن من القيام عندنا قيمتين بارزتين الإيثار والتضحية وبالتالي أحرص على أن أتصف بهاتين الصفتين إلى هنا أيها الأحباب الكرام نكون قد انتهينا من ملخص هذه الدرس بقي لكم جزء الثالث من صورة الحشر يمكنكم العثور عليه في القناة وتملكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته